بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة النهاردة هتكلم عن ما يسمى بين nominal and effective rate of return في بعض الأحيان بيتبادر إلى الزهن أن سعر الفايدة المعطى هو سعر الفايدة الحقيقي ولكن يكون هو سعر فايدة وهمي لأن هنتفق مع بعض على بعض المفاهيم يبقى نهاردة في المحاضرة نتكلم عن nominal and effective rate وإزاي تفرق وتعرف هل هو معدل فايدة حقيقي ولا معدل فايدة وهمي وبعدين مجموعة من applications والproblems في البداية بس أفكركم بالfactors اللي هي خدناها to find f given b أنا عاوز أجيب الفيوتشور عند present to find b given f to find a given b to find b given a يبقى ده معناه كله خدناه قبل كده لو أنا to find a given f to find f given a لكن نخش على الموضوع الأساسي بتاعنا اللي هو nominal and effective interest rate لو أنا على سبيل المثال قلتلك سعر الفايدة عبارة عن 1% per month في بنك هيديك 1% per month ويبقى هيحسبك في السنة كام يتبادر إلى ذهنك إن سعر الفايدة 1% في الشهر يبقى في الحالة ديات 12% في السنة وده المفهوم الخاطئ اللي احنا كلنا بنقع فيه لأن لما تضرب 1% في 12 ديك 12% ده سعر فايدة يسموه سعر فايدة وهمي أو ظاهري أو فكتيشيس أو مزعوم أو سعر فايدة ليس حقيقيا إنك أول ما بتاخد 1% في الشهر الأول تيجي في الشهر الثاني بتاخد ها ها فايدة على المبلغ الجديد بعد ما نضف له الواحد في المية طب والشهر الثالث بتاخد ها فايدة على المبلغ الجديد بعد ما نضف له الشهرين وبالتالي هذا السعر لما تضرب 1 في 12 نسميه سعر فايدة ليس حقيقيا لما حب أجيب سعر الفايدة الحقيقي يبقى أجيب سعر الفايدة الوحمي هنسميه R يبقى خلي بدك R هنرمز لي لسعر الفايدة الوهمي أو الفيكتيشيس أو النومينال وبعدين ال-I effective هو سعر الفايدة الحقيقي إثبات القانون مش مشكلة لكن احنا عاوزون ال-I effective بسواحد زائد سعر الفايدة الوهمي على M الكل اس M وبعدين minus 1 حيث M هي الفترة التي تم حساب السعر الوهمي عليها يبقى ال-continuous compound اللي أنا لو أنت ال-M عندك بالشهر أو بربع سنوي أو أو في بعض الأحيان بيبقى سعر الفايدة continuous سعر الفايدة continuous يبقى القانون ده بتحول إلى E to the power R minus 1 ده في حالك لما يقول لك سعر الفايدة محسوب continuous يعني إيه بديئي أو سني نفهم الكلام ده شوية هديك جدول واكتب لك سعر الفايدة وعمل لك interruption هل هو سعر فايدة حقيقي interpretations تفسير هل هو سعر فايدة حقيقي ولا سعر فايدة واحد لو أنا قلت لك في المسألة 12% برير قلص وكلمتش يبقى ده سعر فايدة حقيقي كما لو كان قلت لك أنه effective 12% برير compound year يبقى السعر الفايدة لو قلت لك 1% per month ده سعر فايدة حقيقي بالنسبة للمنص يبقى ده effective per month لما قل لك 3.5% per quarter سعر فايدة حقيقي بالنسبة لربع سنوي لما قل لك 8% per year compound month في الحلة دي تخلي بالك أنت كمهندس كلمة compound تشوف اللي قبلها إيش واللي بعدها إيش لو اللي بعديها سب ست من اللي قبلها يبقى ده سعر فايدة واهمي compound بعدها month المنص ده مش جزء من السنة يبقى سعر الفايدة ده سعر محسوب على المنص وهو سعر فايدة ليس حقيقيا لازم تدخله في المعادلة عشان تطلع سعر الفايدة الحقيقي يبقى quarter compound month كلمة compound اللي بعديها month المنص مش جزء من الكوارتر الكوارتر ده ربع سنة وربع سنة 12-4-3 يبقى المنص جزء من الربع يبقى ده سعر فايدة واهمي طب 14% per year compound C100 أنوال C100 أنوال يعني نصف سنة والسنة فيها كم نصف نصفين يبقى ده سعر فايدة واهمي لما قل لك effective وقول بعد كده ما في الخمر يبقى effective 10% يبقى الكمباوند month اللي قال يا دكتور بس أنا نصيت على أنه تم حساب effective I effective 6% per quarter effective يبقى يبقى إذا نص نص على أنه effective effective حتى ولو قيل أي شيء بعد كلمة effective ولو تقال nominal برضو nominal لكن لا تقال شيء effective ولا nominal أعرفها إزاي بحط إيدي على الكمباوند وكلمة كومباوند أشوف اللي بعد وهل هو جزء من اللي قبله في الحالة دي يبقى الكمباوند وينو compound period is given مش أقول لك per year وبس interest rate is effective with compound period assumed to be equal to state time period أخبرك أخبرك وقت ما ذكرش حاجة per year per month per quarter ما ذكرش compound يبقى ده إيش يبقى ده effective لو ذكر أبدأ أشوف هل اللي بعد كلمة compound subset من اللي قبلها في الحالة دي هتقدر أقول nominal لكن لو هي مثلا قلت لك per year compound year يبقى effective لكن per year compound month يبقى nominal والم البيديوز عندك عبارة عن year فيها كم months فيها 12 يبقى ده الملخص بتاع العلاقة بين nominal والinterest وأشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله